زي ما قلت لك في البداية بتاعت الحلقة انا من اكتر الناس اللي مبسوطة بمسألة انه الناس بتتكلم عن الانتخابات تنتظر الانتخابات تفكر وتتحدث الانتخابات بس انا برضو من انصار خلينا واحنا بنتكلم مش قولك نتكلم بحرص نتكلم بدقة نبقى فاهمين احنا بس بنقول ايه الاستعدادات الانتخابية واهمية هذا الاستحقاق الدستوري الاوها هو انتخابات رئاسة الكمهورية ده شيء شديد الاهمية خليني ارحب بضيفي العزيز صديقي الاعز الدكتور سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي الحوء الانسان منورنا عمل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله كواس الاستحقاق الانتخابي هو استحقاق دستوري صح؟ تمام عظيم اول سؤال المسؤول عن الانتخابات الان في مصر هي هي هيئة محددة طبقا للدستور هي المسؤولة عن الانتخابات الانتخابات تتم باشراف قضائي وبعدين هروح فتح قوس وقول وهناك جمعيات ومؤسسات وهيئات محلية وعربية ودولية تقوم بمراقبة الاجراء الانتخابي تمام يعني ايه مراقبة الاجراء الانتخابي؟ هي مش مراقبة هي تبقى للتعريف المصطلح بتاعها في الأدبيات الأمم المتحدة اللي أصدرت حاجة اسمها زي المساق المنظمات في المتابعة اسمها متابعة الانتخابات حين لأنه لا يجوز في دولة ذات سيادة أن تقوم منظمات بمراقبة مؤسسات دولة ذات سيادة لكن احنا مهمتنا هي متابعة الإجراءات التي تقوم بها الدولة ومؤسساتها لإجراء الانتخابات للتأكد من أن الإرادة الحرة للمواطن هي التي أفرزت النتيجة النهائية بمعنى جوهر متابعة المنظمات الأهلية المستقلة عن الحكومة أن تتأكد أن نتيجة الانتخابات عكست إرادة المواطن وليس إرادة من يجرى الانتخابات وده ليه؟ لأن الناس مش واخدة بالها أنه زمان في التسعينات وفي التمئينينات كان الذي يشرف على عملات انتخابية وزارة الداخلية وكان القولون يعطيها هذا الحق وزارة الداخلية أحد السلطات التنفيذية في الدولة فلو عندك مرشحين منتمين للدولة سواء رئاسية أو برلمانية بالضرورة أنت لا تضمن حياد هذه المؤسسة حتى بنحس الشكل بعد كده ناضلت منظمات مدنية محترمة جدا خلال فترة التسعينات عشان نعمل حيئة مستقلة تشرف على الانتخابات جميل فبدأنا باللجنة العليا للانتخابات وكانت تابعة لوزارة العدل ناضلنا أيضا كثيرا وفي عدد من المؤتمرات والتوصيات والمقترحات وقلنا برضو وزارة العدل لا تختلف على الوزارة الداخلية نحتاج هيئة وطنية مستقلة عن الدولة ومؤسساتها لمتابعة إجراءات العملية الانتخابية فنحن الآن أمام الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة يترقصها قاضي من شيوخ القضاء في المصر نقابل إسم حكمة النقل وعدد من شيوخ القضاء ويشرف على كل صندوق قاضي العملية دي ما جاتش بين يوم وليلة لازم الناس نبقى عارفها مش أنا لا أدعي فضل بس لازم نبقى عارفين إنه أحد أركان تحسين جودة النظام الانتخابي والوصول إلى محطة إنه يبقى فيها هيئة وطنية مستقلة لإجراء العملية الانتخابية منذ الألف حتى الياء هي المنظمات المدنية في مصر وجامعات حول إنسان يعني إحنا شاركنا في ده وبنطالب بيه من بدري واللي الناس مش واخدة بالها من إحنا بنتابع الانتخابات في مصر أول تجربة لمتابعة الانتخابات في مصر 1995 وده تاريخ مهم جدا قبل هذا التاريخ لم تكن تعرف مصر متابعة لمنظمات حوقية لإجراء العملية الانتخابية وكانت المراقبة في ذلك الوقت أو المتابعة مرفوضة من أنا بقولها بكل صراحة على هوى كانت مرفوضة من الدولة وأجهزتها وكان ممنوع علينا إن إحنا الرئب وكنا نرئب خلصة عشان نشوف الإجراءات 95 شوف وصلنا من 95 وتعدل القانون وبعدين وصلنا الألفين إشراف جزء من القضاء لجنة العلية الانتخابات إلى الإشراف القضاء فما ينفعش يجي حد دلوقتي أنا آسف لا يعلم شيء عن تاريخ مصر ويقول إن الأربعة وثلاثين منظمة اللي بيرقبوا الانتخابات ويصفها باتصافات أولا لا طريق بيه يعني مفترض إنه ناس مستنيرة أو تدعي إنها مستنيرة لازم يعرف تاريخ مرقبة الانتخابات أو مرقبة الانتخابات في مصر اتعامل إزاي وكان إيه الأول ووصلنا لإيه فده عشان بعض الجدل الدائر عن اتهام بعض المنظمات يعني أنا بكل تواضع أنا شاركت ضمن عدد قليل جدا موجود الآن على الحياة الحقيقية 1995 ولا برأة بالانتخابات في مصر 97 انتخابات محلية 2000 انتخابات برلمان 2002 محلية 2007 نواب 2008 شورى الناس بتكلم في احنا في تاريخ للمرأبة في مصر أدبيات متابعة الانتخابات والتأكد من جودتها أرصت قاعدته في مصر منظمات حقوقية وشخصيات حقوقية احنا اللي ترجمنا الأدلة التدريبية بتاعة الأول المتحد احنا اللي عملنا قاعدة للمدربين عشان يدربوا المتابعين والمراقبين ازاي تابع العملاء الانتخابية مساق العمل الأخلاق الخاص بالانتخابات احنا المنظمات المدينة اللي عملنا وعاوز أذكر الناس اللي بتنتقد المنظمات اللي حصلت على تصريح دلوقتي احنا مش ولاد النهاردة احنا قدام قوي 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 في الوقت اللي احنا كنا منتابع في الانتخابات أنا معرفش هم كانوا بيعملوا إيه أنا آس معرفش بس الليل عارفوا أنه إحنا كنا براية بالانتخابات وذكروا من انتخابات 2010 ويرجعوا لتقارير المنظمات الحوائية في انتخابات 2010 ويشوفوا المنظمات الحوائية قالت إيه ويشوفوا الهيئة واللجلة العليا في حيثيات تأسيسها استشهدت بإيه معظمها توصيات المنظمات الحوائية البعض ما كانش ليه أي علاقة بالسياسة المصرية لا من قريب ولا من بعيد للبعض الآخر كان يرفل في الحرير ويستمتع بحياته بعيدا عن مجريات العمل السياسي والشرع المصري بالأساس